بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم انا اسيا مصطفى كمال هذا اول فيديو ليا ان شاء الله على القناة وليس سيكون اخير باذن الله هتكلم النهاردة عن مشكلة واجهة المتدئين الفترة اللي فاتت مع الكاميرا الكانون ال4000 وال2000 دي وال250 دي وهي مشكلة اعرض الفلاش كانون الفترة اللي فاتت عملت الفلاش بتاعها بحيث يشتغل على فلاشات الكانون بس ما يشتغلش على اي مركة تانية وطبعا فلاش الكانون بالمقارنة بالاسعار بالمركات التانية بيبقى مكلف جدا وطبعا ده مش هيكون في متناول اي مبتدئ فلحد ما شكت جوروكس عملت تحديث للفلاش بتاعها بحيث اللي يقدر يشتغل على الكانون مدون اي مشاكل الموديلات اللي فيها التحديث دوه هي ال V860 Mark II و V350 و TT 685 اي حد معا الفلاش ده ممكن يركبه على الكانون الاربع تلاف او الالفين او المتين وخمسين دي بدون اي مشاكل التحديث سيكون على الموقع جوروكس هو مجرد انت تخش على قائمة وستعمل داونلود الفريموير حسب الموديل وستوصل الفلاش بالكمبيوتر وتعمل له ابدات عادي وبعدها الفلاش سيشتغل على الكاميرا بدون اي مشاكل انا اعملت ابدات للفلاش التى 685 وعملت له ابدات وحجربه دلوقتي على الكاميرا قدامكم هذه الكاميرا اي او اس 4000 هفتح الباور بتاعي اهو وهشغل الكاميرا باور حتى على اي مود انا مجرد ان افتح الجنب هنا بتاع الفلاش وهنا هيظهر عندي بورت بتاع ال USP وهوصل الكابل بتاع الموبايل على الكمبيوتر وهعمل ابدات للفلاش العام اهو الفلاش كده هيشتغل عادي تماما والفلاش هيشتغل مفيش اي مشكلة فيه